الخلوة منهج نبوي نسيناه اليوم غفلنا عن في ظل الركض واللهثان في الحياة وراء الماديات كان صلى الله عليه وسلم يخلو في غار حرام ويتعبد الليالي ذوات العدد هنا لا يقول اخلو ليالي نقول لو ساعة ولو ساعة في الأسبوع ولو ساعة عصر الجمعة اخلو فيها برب في الحديث سبعة يظلهم الله في ظل يوم لا ظل إلا ظل وذكر ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه لحظ الجمال هذه علامة من علامات محبة إلا إن كنت صادق في محبتك هل أنت تخلو وتأنس بهذه الخلوة ولا تضيق وتقول والله وقت عندي فراغ كبير ما أدري وين أقضيه وإذا لم تخالط الناس تجسم في الاستراحات والذهاب والإياب ما كأنك عشت الحياة جرب يا أخي لق جلس ساعة مع الله عز وجل أخلو بنفسك لحظة خمس عشر دقائق في ليلة أغلق عليك حجرتك في ظلمة ليلة تذكر محبة الله تذكر ستر الله عليك تذكر نعم الله عليك كيف تترى تذكر معاصيك كيف تجرأت فيها عن الله لعل القلب أن يذق ثم تدمع العين فيراك الله تعالى في تبكة قدرة على هذه المحالة على تكون من السبع الذين يذنهم الله في ظله وما لا ظله إلا ظله وما لا ظله إلا ظله وما لا ظله إلا ظله